موسيقى يلا نبدأ مع بعض الجزء الثاني في حلقة النهاردة وهو الجمل والعبارات اللي احنا هنستخدمها وهنكونها بناء على الكلمات اللي احنا قلناها مع بعض عشان نعرف هنوظفها زي بشكل سليم تعالوا نشوف مع بعض ايه الجمل والعبارات اللي معانا في حلقة النهاردة اول جملة معانا هنكونها على كلمة اللي احنا قلنا معناها على ما يبدو او الظاهر ان اول كلمة معانا بتقول يعني ايه؟ على ما يبدو انا كده نفتكر بقى مع بعض الكلمات اللي بعدها خدناها واحدة واحدة اول كلمة بعدها وهي كلمة خن خن اللي احنا قلنا بمعنى جدا وكلمة خاو خاو تيجي بمعنى جيد او كويس كلمة تش 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 تيجي بمعنى فعلة بمعنى يأكل طيب ايه علاقة كلمة خاو بكلمة تش لو انا جيت استخدمت كلمة خاو اللي هي الصفة قبل الفعل دي بتخلي ان الفعل ده ماشي بدرجة كويسة يعني ايه؟ لما انا جي مسلا اقول خاو تش مش معناها يأكل كويس لأ معناها ان الحاجة دي شهية او الحاجة دي طعمها حلو يبقى معنى كده ان هي بتضيف لي صفة للفعل ده ولكن صفة كويسة مش وحشة حاوش يبقى حاجة معناها ايه؟ شهية او حاجة طعمها كويس يبقى انا ما اجيقول على ما يبدو كده ان طعمه كويس قوي هو ايه ده اللي طعمه كويس قوي؟ تعالوا نشوف بقى المثال اللي تحت بيقول ايه نعة داء تادي كانتني على هن حاوش يعني ايه؟ الطبق ده وكلمة طاو هنا جاي بمعنى كلمة كمية التاع معناها الطبق كانتني على اللي احنا قولنا معناها على ما يبدو انه هن حاوش طعمه شهي جدا يبقى الطبق ده على ما يبدو كده او شكله كده طعمه حلو اوي نعة داء تادي كانتني على هن حاوش تعالوا نشوف الجملة التانية وهي على كلمة حوخر حوخر وقلنا ان كلمة حوخر لما بتجيلي قبل الفعل بيكون فيها كده سنة نصحة او الزام لعمل الشيء ده ويتدل برضو على ان الشيء ده ماشي بشكل كويس وان انا ببزل فيه قصارى جهدي يعني بعمل الحاجة دي بشكل جيد لان كلمة حوخر في الاساس معناها بشكل جيد تعالوا نشوف المثال بتاعنا بيقول مَيْتِيَنْ نِي يَنْكَيْ حَوْهَرْ شِيْسِ حَعْ يُ تاني مَيْتِيَنْ نِي يَنْكَيْ حَوْهَرْ شِيْسِ حَعْ يُ يعني كلمة مَيْتِيَنْ معناها كل يوم نِي انت يَنْكَيْ معناه يجب او يلزم ان حوخر بشكل جيد شِيَ يَتَعَلَّمْ او يدرس حَعْ يَأْ لغة صينية الجملة دي زي ما بنقول فيها سنة نصحة وفيها سنة إلزام ان انا بقول لحد انت لازم كل يوم تتعلم اللغة الصينية بشكل كويس او بشكل جيد وهنا كلمة خَوخر جيالي قبل الفعل الأساسي اللي هو شِيَ شِيَ اللي بمعنى يدرس او يتعلم نيجي نشوف الجملة اللي بعد كده وهي جِيَ دَ جِيَ دَ وقلنا ان كلمة جِيَ دَ ده فعل بمعنى يشعر او يعتقد وقلنا ان ده من الأفعال الحسية او الشعورية وايضا من الأفعال المعنوية والحركية تعالوا نشوف المثال على الفعل جِيَ دَ بيقول ايه دين تيان و جُيَ دَ خَن كَيْسِن دين تيان و جُيَ دَ خَن كَيْسِن هنا الفعل جُيَ دَ جايب أنهي معنى تعالوا نشوف مع بعض دين تيان معناها النهاردة او اليوم و أنا جُيَ دَ اشعر ليه الفعل جُيَ دَ هنا جايب معنى يشعر مش بيعتقد لأن جايب بعده حالة من الشعور اللي هي ايه كَيْسِن سعيد او مبسوط فلما اجي اقول خَن كَيْسِن معناها سعيد جدا اجي ترجم الجملة كلها على بعضها كده دين تيان و جُيَ دَ خَن كَيْسِن النهاردة أنا حاسس ان انا مبسوط قوي النهاردة حاسس ان انا سعيد جدا نيجي للجملة اللي بعد كده لما نستقدم نفس الفعل ولكن بمعنى يعتقد احنا قلنا ان هو بيجي بمعنين بمعنى يشعر او بمعنى يعتقد وده الاستجدام التاني بتاعه جدا زائد وجهة النظر ليه قلت وجهة النظر؟ عشان بقول انا اعتقد كذا انا وجهة نظري كذا او انا شايف كذا تعالوا نشوف المثال بتاعنا وَا جُيَ دَ جَبُو تيَن يَن مَيِّسِ وَا جُيَ دَ جَبُو تيَن يَن مَيِّسِ يعني ايه القملة دي؟ وَجُيَ دَ على بعضها معناها انا اعتقد جَبُو تيَن يَن كلمة تيَن يَن معناها فيلم وكلمة جَ معناها هذا وكلمة بو دي كلمة كمية بتيجي قبل الفيلم يبقى بقول جَبُو تيَن يَن يعني هذا الفيلم مَيِّسِ وإحنا خدنا ان كلمة مَيِّسِ معناها ايه؟ معناها مُمِل يبقى لما ايجي اقول مثلا وجهة نظري في الفيلم ده ايه هو حد يسألني ايه وجهة نظرك في الفيلم ده او انت شايف الفيلم ده ازاي؟ فاقول له وَجُي دَ جَبُو تيَن يَن مَيِّسِ انا شايف ان الفيلم ده مُمِل جدا وملوش معنا نيجي نشوف الجملة اللي بعد كده على كلمة ايه؟ على كلمة سي اللي هي بمعنى يخسل وجايب معنا بايه؟ سيف يخسل الهدوم لما ايجي اقول مثلا وَتَعْ تِعْ لِي سيف وَتَعْ تِعْ لِي سيف وَتَعْ يعني ايه؟ انا في فين تِعْ لِي في البيت سيف بخسل الهدوم لما حد يقول لي ني تَعْ جَن شَمَة وانت بتعمل ايه؟ اقول له وَتَعْ تِعْ لِي سيف انا في البيت بخسل الهدوم وبكده نكون خلصنا مع بعض الجزء التاني في حلقة النهاردة وهو الجمل والعبارات اللي احنا بنأكد بيها على كيفية استخدام الكلمات اللي قلناها مع بعض في الجزء الاول ونتعلم كمان ازاي نوظفها بشكل كويس قوي نيجي بقى للجزء التالت والاخير في حلقة النهاردة وهو النقاط اللغوية اللي احنا بنقول عليها باللغة الصينية يو يان تيا أن يو يان تيا أن تعالوا نشوف ايه اهم النقاط اللغوية اللي احنا نستخدمها مع بعض في حلقة النهاردة اول حاجة وهي تحاي زائد الصفة زائد ل تحاي زائد الصفة زائد ل التعبير ده على بعضه او التركيب ده على بعضه يديني معنى جدا ويقولي ان هو بيستخدم للدرجة العالية واحيانا عن المبلغة عايز اقولي الحاجة دي كويسة جدا فيلم ده كويس جدا الحاجة دي تعملت بشكل كويس قوي انا ببالغ في وصف الشيء ده فبتقوم باستخدمه التركيب ده اللي هو تحاي ولازم بعده ييجي الصفة ولازم اختم التعبير ده بكلمة ل اللي هي الاداة المساعدة تعالوا نشوف المثال مثلا عندنا واقول ايه يعني ايه قلنا ان كلمة معناها النهاردة تاي تيجي بمعنى جدا استخدمت بعدها الصفة اللي هي الل اللي هي بمعنى بارد وختمت الجملة بالاداة المساعدة اللي فبقى انا كده استخدمت ووظفت التركيب بتاعي بشكل كامل ووظفت التقس بتاعي النهاردة انه شديد البرودة او انه برد بدرجة جديدة جدا دين تيان تاي لن ل نيجا نشوف المثال التاني بيقول لي جه جه فاندين تاي شوف ل جه جه فاندين تاي شوف ل يعني ايه جه جه فاندين يعني الغرفة دي كلمة فاندين معناها غرفة هاجي بقى استخدم التركيب بتاعي تاي والصفة اللي هي شوف و وكلمة شوفو بتيجب معنا مريح وليها استخدمات تانية كتير جدا ولكن هنا جاية بمعنى ايه مريح فانا عايز اقول الغرفة دي مريحة جدا فبقول ايه جه جه فاندين تاي شوف ل المثال اللي بعد كده يقول لي ايه جه جي مو ي مو ي يعني بلوفر ميلوا بقى ديان سي تاي شوف ل جه جي مو ي ديان سي تاي شوف ل يعني البلوفر ده او لون البلوفر ده فاتح جدا كلمة يان سي هنا معناها لون وكلمة تاي تسيان لا معناها فاتح وابو سي اخوان انا ما حبتهوش كلمة و معناها انا وبو اللي هي اداة النفي نفي بعدها ايه الفعل اللي هو السي اخوان بمعنى يحب او يفضل تعالوا نشوف بقى القاعدة الاخيرة معنا في حلقة النهاردة وهي الجزء اللي هنختم به وقاعدة مهمة جدا من قواعد اللغة الصينية واللي بنقول عليها قاعدة تكرار الفعل واللي بنقول عليها باللغة الصينية يعني ايه قاعدة تكرار الفعل ولما الفعل يتقرر مرتين في الجملة في اللغة الصينية بيديني معنى ايه او بيوحي بايه في الجملة عندي حالتين من حالات تكرار الفعل اول حاجة ان هو بيوحي بان الفعل ده بيحصل في مدة زمنية قصيرة وان الفعل ده كمان بيحصل بسرعة الحالة التانية ان هو بيدل على التخفيف والاريحية في القيام بالفعل يعني ايه التخفيف والاريحية كمان بيديني لطافة شوية في الكلام زي ما بنقول يعني ايه بردو وايه اللي بيدل على كده لما باجي اقرر الفعل سواء من مقطعين او من مقطع واحد التكرار التاني للفعل بيتشال من عليه النغمة وبالتالي بيقلل شوية من حدد الكلام هنشوف مع بعض ولكن قبل ما نشوف المثال اللي معنا هناخد كده مثال بسيط على حالات تكرار الفعل انا عندي الحالة الاولى من تكرار الفعل ان هو بيتكرر بصيغة يعني مثلا وانا عندي فعل من مقطع واحد زي الفعل كان وانا قررت بصيغة الاي اي هيكون كان كان وطبعا التكرار التاني بيتشال من عليه النغمة الحالة التانية او الشكل التاني من تكرار الفعل وهو الاي لأي وده في حالة ان الفعل في صيغة الماضي او في زمن الماضي طيب الشكل التالت عندنا لو الفعل بتاعي من مقطعين زي الفعل اي شوية وفي الحالة دي احنا هنقرره بصيغة الاي بي اي بي طيب وممكن برضو انقررت بصيغة الاي بي لا اي بي عندي حالة برضو تالتة من تكرار الفعل ان انا يا اما اقرره بصيغة الاي اي اي ولكن في الحالة دي الفعل للمقطعين اي بي اي بي ما ينفعش ان انا استخدمه بالحالة دي كل الحالات وكل الأشكال دي من تكرار الفعل هناخدها بالتفصيل في الحلقات اللي جاي ولكن تعالوا نشوف المثال اللي معينا اللي بيوضح عن حالة تكرار الفعل بيقول لي إيه كلمة يوشخو معناها إيه هنا أنا قررت الفعل بتاعي اللي هو ولو خدنا بالنا إن التكرار التاني بتاعنا اتشال من عليه النغمة زي ما قلنا عشان يقلل شوية من حدة الكلام وكمان بيبين إن الفعل ده بيحصل مدة زمنية قصيرة والفعل بيحصل بسرعة وده الهدف الأساسي من قاعدة تكرار الفعل اللي هي وطبعا ناخدها بشكل أوسع في الحلقات اللي جاية مع أمثلة كتير جدا بتوضح كل الأشكال الرئيسية لقاعدة تكرار الفعل وكده نكون خلصنا مع بعض حلقة النهاردة وخدنا مع بعض كل الكلمات اللي هي علاقة بالموضوع بتاعنا وخدنا كمان بعض الجمل والعبارات اللي وظفنا فيها الكلمات بشكل كويس قوي وكمان خدنا مع بعض النقاط اللغوية المهمة وأهم قاعدة في درس النهاردة وهي تكرار الفعل أشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الصينية سعيدين